أكثر من خمسين شهيداً ومائة وعشرون جريحاً في تفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركز تجنيد في مديرية الشيخ عثمان ضربة جديدة تتلقاها عداً في جسدها المثخن بالأوجاع وبنفس الطريقة التي اعتادت رسم الجريمة ذاتها وإن اختلفت أسماء الجناه العملية الانتحارية أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها ونفذها الانتحاري الذي كناه التنظيم بأبو سفيان العدني الذي هاجم معسكراً للتجنيد في المدينة بسيارة مفخخة وتأتي هذه العملية في سياق مسلسل استهداف المجندين بتفجيرات عدة سبقتها فقبلها تم استهداف مجندين في معسكر بدر وسط عدن وراح ضحيته أكثر من أربعين مجندة وبعد ذلك كان تفجير معسكر رأس عباس والذي راح ضحيته حوالي خمسة عشر شخصاً والذي أعقبه استهداف تجمع للمجندين بالشيخ عثمان ونتج عنه سبعة شهداء ليأتي بعد ذلك التفجير الذي استهدف المجندين في معسكر النجدة بالمكلة وأسفر عن وقوع أربعين شهيدة سلسلة طويلة إذن من العمليات الإرهابية التي تستهدف المجندين سقط جراءها عشرات الضحايا دون أن تبدي الجهات الرسمية أي مواقف واضحة أو تحسن من وضعها الأمني لحماية قواتها وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن الجيش المؤيد للمخلوع صالح وضرورة بناء جيش وطني بمعزل عن الولاءات الضيقة يأتي الاستهداف الممنهج للمجندين الجدد بحسب مراقبين للحيلولة دون تشكيل جيش ذي ولاء وطني استنكار واسع لتكرار العمليات الجسيمة التي استهدفت المجندين باعتبارها تهدد مشروع بناء الجيش الوطني ومطالبات للوقوف بجدية وحزم أمام هذا الملف وتجديد الإجراءات الأمنية خلال سير عمليات التجنيد للحيلولة دون تغلغل الجماعات المتطرفة التي تربطها علاقة بقوى الانقلاب البيان الصادر عن مكتب إعلام أمن عدن أكد أن هذه العمليات تأتي عقب تلقي الجماعات الإرهابية ضربات موجعة أسفرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن اعتقال العشرات من قيادات وعناصر هذه الجماعات ومداهمة عدد من أوكارها في كل من عدن ولحش وأبين